يا الزلا ما معقول في ناس لحد الام بتروح بتقتل البقر أو الخواريخ أو الدجاج بالسيف لحتى يحصلوا موارد الحيوانات هاي فك يا حبيبي انت بتروح عمرك عالفاضي لك انت بتضيع وقتك عالفاضي لك ايه نعم ام صدقني ما لاح مصدق له الا شوف الفيديو للاحظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشانكم ورحمة الله وشكباركم ان شاء الله تكونوا بقى لك بخير وهم جد تطبيب فيديو جديد موضوعنا اليوم يتبقى لك بخير كمان بناء شغلة تماتيكية بماينيكرافت رح تسهل عليك اللعبة جدا وكثيرا ورح تخليك مرتاح يا حبيبي ماينيكرافت طورت وصارت كلها تماتيكية فخليكم ما يا جماعة الخير لحتى تعلمكم اليوم شون تبنو مزرعة حيوانات تماتيكية ان كانت دجاج وان كانت بقر الدجاج بتستفادوا منه من الريش والبقر بتستفادوا منه من الجلد الريش لصناعة الاسهم لحتى تفايتوا فيها بالكريسبو والبقر بيعطيكم جلد لحتى تصعوا منه كتب للتطوير وطبعا مزرعة البقر طلبتوها مني بالتعليقات بالفيديو الماضي فايش بتطربوا مني بالتعليقات ان شاء الله رح اعملكم عنه فيديو خاص بالفيديوهات القادمة فارجونا ابداعكم بالتعليقات وصعبوا الليفل قد ما بتقدروا لان الليفلات الصعبة عندي بداية تاني جماعة تخير رح ابلش معكم بمزرعة الدجاج هاي المورد اللي بتلزمكم متل ما اللي كون شايفين اربطاش سلابة ثلاثة وايت كاربت عنكم ريدستون ريبيتر ريدستون كومبيرتر بتجيبوا هدول البيض اللي عنكم شو عنكم بتجيبوا بتجيبوا كونكريت او اي بلوك بتكون يا حصرا بلوك ما بيصير خشب ريدستون بتجيبوا الليدر هذا الدرج او السلم بتجيبوا واحد ديسبنسر اربعة هوبر وشاست ولافة واثنين جلاس فبداية تاني جماعة تخير منجي لهم مسلا منحط اول شي تشست منبلش من هون تشست حطو بهذا الشكل بعدها منحط وراه هوبر بهذا الشكل هيك منوصلو فيه فول هوبر منحط اسلابة بعدها يا جماعة تخير منجيب واحد اتنين ثلاثة اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة بعدها منجي يا شباب منجيب الديسبنسر هادا متل ما اللي كون شايفين منحطو بهذا الشكل بعد ما نجيب هذا الكمبيراتر نحطه ورا الـ Dispenser نجيب الـ repeater بعض lid بعد ما نجي ربيتر عكسه بعدها كنتيب الـ Redstone اتаем رaware den tounet نحطهن بهات اذا اراد الميز deciner منطلع فيها وحدة تانية هون. ومنجيب الهبرات نحط هوبر هيك. فوق الديسبنسر لازم يكون موصول عليه. هوبر تاني موصول عليه كمان. وهبر تالت موصول عليه. منجيب نرجع هيك. ومنرجع منحاوط الهبرات بالبلوكات هدول. طبعا ما وشرتبنو الكونكريت قلتلكم بتبنو البلوك اللي بتكون يا يا شباب. بعدها منجيب الكاربت. نحط هنا كاربت. بعدها منجيب هون سلاب. منحط هون سلاب. مننزل لتحت هلأ بها يا يا شباب. منسكر هاي المنطقة كلها. ناخد هاد المنظر. هلأ بداية منحط بلوكة هون يا شباب. بعدها منجيب اللافة ركزوا معي بتحطوا اللافة بعدها بسرعة بتحطوا الزجاج مشان اللافة ما تطلع لبرها. بتحطوا زجاج تاني هيك منكون خلصنا من هدول كمان. وخلصنا من هاد. وخلصنا من هاد. هلأ بقى شو منعمل يا جماعة الخير. بنحط السلم هون بهات الشكل. خليني اسكر هاي كمان هون في البلوك هادا. بنحط السلالم هون. نطلع لفوق هاي مشان انتو طبعا عم حط لكم يا هون لكم السلالم. بتجيبوا يا شباب شو عنكم بيض بتجيبوا البيض اللي عنكن. بتكسر هون البيض لحتى تخلوا دجاج كتير. انتو هون بتكون دجاج. شعر تقدروا تحطوا دجاج حطوا. كاسروا هون. يعني مسلا جبتوا الجيجتين خلوهن يتكسروا. كل ما كتروا الدجاج عنكم كتر الانتاج. فمسلا هلا متل ما يكون شايفين هون صار عنا صغار. نحن منكبرهم من طعميا منكبرهم منكسرهم. بعده شو بيعملوا هدول بيعملوا بيض. البيض وين بينزل يا شباب البيض? قلنا بينزل على الديس بينسر لهون. الديس بينسر بس حطيت له البيض شوفوا معي بيشتغل. وين بيشتغل بيشلف البيض لهون الديس بينسر. لما بيشلف البيض بيشلف صيصان صغار. الصيصان صغار ما بيحترقوا باللافة بس يكبروا اللافة بتحرقون. وبعد ما تحرقون بيجي اللوت كله لعنكم على تجست لهون يا شباب. فبكل وبالبساطة هاي هي فكرة مزرعة الدجاج التوماتيكية مثل هاي كون شايفين هاي هي بالحرف الواحد مثل هاي كون شايفين عدا علاعة بياخد البيض طبعا انتو لما هون بيكون في دجاج كتير دجاج كبار الدجاج فورا لما بيبيضوا البيض فورا بيانزل بروحة الديسبنسر الديسبنسر فورا بيقذفوا لهون وبعد ما يقذفوا لهون بيطلعوا صغار والصغار بس كبروا بيجيكن موارد بايزي مين والشغل الثانية اللي انطلبت بالتعليقات يا جماعة خير هي مزرعة بقر تماتيكية كمان هلا راح علمكم يا مثل هاي كون شايفين هاي الموارد اللي بتلزامكم طبعا عداد البلوكات لا تطلعوا عليهم اعداد البلوكات شوي مخربطة البلوكات مثل ما قالت لكم الوانهم انتو جيبوهم بس اهم شي كون بلوك بتعدوا عن الخشب بالمزارع لانه في لافة فاللافة ممكن تحرق لكم الخشب فياب شباب خلونا اخذ موارد بسرعة طبعا بيضاء ريسون انا جبتها مشان ارسabi بقر انتو بما انه عم تلعبو فيكن تسحبو البقارة عن طريق الحبل يا بيا جماعة من الجي للهو ولا متل ما الاكم Layer Hang شو بتعمل بتعمل سلابات هيك بتعبيه سلابات بعد ما عبيته سلابات بتحط صف بلوكات هون بعدين بتكسر هون حبة هون حبة بتحط تشست او بتحطه موصولين بعد بعد تكسر هون كمان ثلاث حبات بتجيب هبر والهبر التاني بتوصله بالهبر الاول والهبر التالت توصله بالهبر الاول بعدها بتجيب يا صديقي بتحط الوبسيرفر هون لا هيك نحط بهذا شكل غلط بتحط الوبسيرفر بهذا شكل بترجع بتحط البلوكي هاي الوب سيرفر لازم يكونو تجول هونو بتحط فاو بوتن وبتجيب الدرج كمان بتحطه بهات الشكل او خلي اني اهتغ ال Напسطول بلوك وحت الدرج بهات الشكل يا صديقي هى الي لك بترجع وبتكثر بعده بتجيب هون دي سيبنسر وبتحطه بهات شكل واحد كمان بهات الشكل وبترجع بترفع هيك يا صديقي سكرها يسكرها هي هون بجيبس vi ثالث بهات الشكل بعدها بتجي بتحط بوتن هون يا صديقي بترجع بجيب بلوكتين هيك بتسحب بلوكتين على الداير هون بلوكتين هون بلوكتين وهون بلوكة هاي بتعيفوها فارغة يا شباب انا نسيت لكم كمان انو رح يلزمكم حابتين جلاس مع ترابدور اربع حبات يا شباب نسيتون فانتو بتجيبوا الترابدور وحدة هون وحدة هون وحدة هون وحدة هون بعدها بتجوا بتفتحوا هاد الديسبنسر بتحطوا في لافا هذا كمان بتحطوا في لافا الفوق بتحطوا في مية يا شباب بعدها بتجيبوا الجلاس بتحطوا الجلاس بهاد الشكل وهيك منكون خلصناها للماكينة طيب هلأ كيف بدنا نشغلها هلأ بتجوا معي لهون أولا قبل ما نشغلها هاي منكسر منحطهم ردستوني مشان لديو يشتغلوا مع بعض ببوتن وحدة بعدها منجيب البيضة يا شباب بيضة الرسبون تبعت البقر منحطهم بهذا الشكل منخلي البقر يرسبنوا هون مثل ما لكم شايفين حطيت رسبنت بقر كتير بعد أنا هون لشان زيادة درجة الأمان ما يطلعوا البقر منحط حبة أو هيك صف سلاب ومنشغلها هاي مثل ما لكم شايفين البقر صار ينط طبعا هلأ البقر ما رح يطلع لفوق أبدا كيف بدنا نخليهم يتكاسروا نحنا يا شباب منجيب لهم أكل بتجيبوا أكل للبقر يا شباب وبتطعموهم بتخلوهم يتكاسروا للبقر طبعا انتم هون ممتكن شو هي ممتكن تخلوا ينزل أولاد صغار لهون مثل ما لكم شايفين ينزلوا أولاد صغار بعد ما ينزلوا أولاد صغار ويكبروا طبعا هلأ تعووا خليين نكبر حدا منهم قدامكم خلينا نكبرهم هون قدامكم يا شباب مثل ما لكم شايفين كبرت وحده يا شباب طيب هلأ نحنا بدنا نقلق كيف منكبس هذا الزر كبسة وحده مثل ما لكم شايفين تموت الكبيرة وبينزل اللحم تبع والأكل تبع كله بينزل لهاي المنطقة فياب يا جماعة الخير هذا هو ماكينة البقر التوماتيكية مثل ما لكم شايفين هاي واحدة تانية كبرة نرجع منكبس الكبسة مثل ما لكم شايفين بينزل كل شي على والماكينة القديمة اللي عملتها كمان مثل ما لكم شايفين لحد الآن شغالة خلينا نشوف مثل ما لكم شايفين شغالة وبعداد كبيرة يعني أنا هي ما طوالت ببناءها دايتين هاي الماكينة جينا لهم بدايتين شوفوا شو طلعتنا طلعتنا ريش ستاك تقريبا مع ستاك لحم فأنتوا كل ما كسرتوا الحيوانات هون ولا هون رح تكسبوا بشكل أكبر لحم وموارد فإيزي مان عطونا شغلات لفيلات أصعب يا شباب أنا هي الشغلات سهلة علي وإن شاء الله عايشي بتكتبو لي بالتعليقات رح ساوي لكم يا وبأسهل طريقة ممكنة وبأسرع طريقة ممكنة كمان فرعون بكون وصلت معكم نهاية موضوعنا اليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم والأهم من هيك يكون فاتكم الفيديو كمان إذا عجبكم هتنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته